كاب راديو كاب راديو من شهر مارس الى شهر شتنبر ماقراوش يعني بهذا العبارة هذي ربما كان هناك تعليم عم بعد بطبيعة الحياة في المنازل ديالهم ولكن كانت مجموعة من الاشكالات كان واحد الخوف كان واحد التوتر عند الاباء وعند احتى الولدات وبالتالي هذه الفطرة هذي كانت واحد الفطرة اللي هي بسميها واحد الفجوة ما بين السنة الماضية وهذه السنة دخول تلامد هذي المؤسسات التعليمية خلى انهم يتفاجئوا بواحد تعليم بالتناوب اللي ربما يعني ما كانواش عارفين عليه وبتالي الولد او البنت في المنزل دياله كي يجلس واحد الساعات معينة مثلا كيقران يوم فلاشية ما غد يقرأ او مثلا كيقران يوم الصباح ما غد يقرأ احتل الغدة فلاشية وبتالي هاد الوقت هذا ربما الام دياله معاه ولا ما معاهش تعليم عن طريق التناوب كي يعتمد على الاجهزة الالكترونية اللي هي ممكن تكون تابلات او تليفون بتلميذ ما متعود انه يستعمل التليفون او تابلات في المجال الدراسي وبتالي لما كانت مع الام دياله او الاب دياله او شي واحد لموجه فهالتليفون راكم كتعرفوا ان الطفل غاد يمشي يدخل الالعاب او انه غيدخل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الامور الامور هادو لا بد ان الابا يستحضروها وكذلك بالنسبة لمؤسسات التعليمية انها توضع بعض الاوقات اللي تكون ممكن تحصيل الدراسي عند الابناء ويكونوا بمرافقة الاباء او بمرافقة واحد مجموعة للناس اللي هم كبار بيمكن انهم يواكبوهم الامر الامر الاخر حتى بالنسبة لمؤسسات التعليمية الان واحد الارتباك اعمل الارتباك علاش لانه اه خسنا التبعود خسنا البروتوكول الصحي وبتالي اه احتكت الفروض اللي كانت في هذه الدورة هادية مع العلم ان يلا جينا نشوفوا عدد الحصص اللي يقرأها التلميذ في هذه الدورة هادية هي منصف دي الحصص اللي كان يقرأها بطريقة العادية وبتالي احت الفروض كانت اتقلت الكاهل دي التلاميذ صوروا معايا انه ممكن التلميذ انه في يوم واحد يدوز دراسة الفروض در بعض الفروض فهذا الامر كذلك اثر على النتائج دي التلاميذ ان شاء الله بالنسبة للدورة التانية يعني ينتمنوا ان الاباء يعني يشوفوا الامر بمنظور منظور اخر وكذلك القائمين على الشأن التعليمي وكيف ممكن اننا نتجاوزوا هذا الاشكال